لم تصرف تركيا النظر عن ملاحقة المسلحين الأكراد براً في الجارة سوريا لكن المشاورات التركية الروسية قد تخرج بتفاهم يسبق ساعة السفر رسمياً لا يعرف بالضبط عند أي نقطة يقف الحوار بين الجانبين غير أن أنقرة تطالب موسكو بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتي الموقع عام 2019 بشأن الشمال السوري أي أن لا تناسل من جانبها بشأن ابتعاد الفصائل الكردية وأسلحتها عن حدودها الجنوبية ضمن حزام أمني بعمق 30 كم على وقع القصف التركي المدفعي على المواقع الكردية في الشمال السوري ترددت أنباء عن سعي موسكو لإقناع قوات سوريا الديمقراطية بالانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا وكشف المرصد السوري أن مشاورات اسطنبول بين روسيا وتركيا تكللت باتفاق يفضي إلى تجميد أنقرة عمليتها البرية التي أعدت لها العد في سوريا مقابل انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مدينتين منبيج وعين العرب فيما تكل مهمة تأمين المدينتين إلى قوات الأسائش الكردية بالتنصيق مع الجيش السوري تحدثت مصادر روسيا عن أن الأكراد وافقوا على ذلك تفاديا للاجتياح التركي فيما أنقرة طلبت مهلة لدرس المقترح وسط حسابات النفوذ في الساحة السورية تعثرت الكثير من التفاهمات التركية الروسية ومع ذلك ما زال الكريملين يراهن على أن حكمة البلدين السياسية تأسمح بحل الخلافات الآنية في سوريا بالحوار ووسط التحرك المحموم للديبلوماسية الروسية على هذا الخط تحرك اللاعب الأمريكي لاحتواء التصعيد وقد خرجت أنباء سابقة عن عرض أمريكي يقضي بتخلي أنقرة تماماً عن فكرة التوغل البري في أرى تجارتها السوريا مقابل انسحاب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كم من الحدود السورية التركية لكن ذلك دونه أزمة ثقة فتركيا أخذت وعوداً سالفة بشأن تلك المنطقة من واشنطن ولم يكن لها ما تريد مما يجعل الحديث عن أي تفاهم بين الجانبين بشأن سوريا المهمة محل شكوك كبيرة ترجمة نانسي قنقر